من عنوى نشر إلى تفاصيلها والبداية من تكريت أهلا بكم حيث بحث محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل مع وفد منظمة هانديكاب الدولية آليات التعاون المشتركة لإزالة الألغام والمتفجرات في قضاء بيجي والمناطق التي شهدت عمليات عسكرية ضد الإرهاب وأكد المحافظ على أهمية هذا الدور الذي تقوم به المنظمات الدولية في الملف الحساس والخطيرة مؤشيدا بالشهود التي تبذلها المنظمة في دعم المشاريع الخدمية في المحافظة ومنها مستشفى التاهيل الطبية إضافة إلى برامج التوعية بخطورة الألغام والمتفجرات ومن جانبه أكد وفد المنظمة أنها ستواصل دعمه للمشاريع في صلاح الدين وستتساهم بشكل مباشر في معالجة مشكلة الألغام والعبوات الناسفة